موسيقى السلام عليكم وحبكم الكرام أهلا وسهلا بكم مجددا في هذا الكورس المميز ألف أهم كلمة إنجليزية من الصفر وحتى الاحتراف رح نأخذ خمس كلمات مهمة جدا ركزوا معي جيدا من الآن حتى نحفظ أكبر كمية من المعلومات بطريقة الحفظ بالجمل وأيضا بطريقة الكتابة باستخدام الكراس والقلم وتكرار العبارات بصوت مرتفع لكل عبارة جديدة سوف نكررها بصوت عالي خمس مرات لكل عبارة حتى نتقن اللفظ الصحيح وأيضا الكتابة الصحيحة ونحفظ أكبر كمية من المعلومات هدفنا نحفظ 95% من معلومات هذا الدرس لذا ركز معي جيد جدا من هذه اللحظة خلينا نبدأ بالكلمة الأولى طبعا رح يكون عندنا اختبار أيضا بنهاية هذه الحلقة اختبار بسيط بهذه الكلمات اللي رح تمر عني كلمة الأولى عندنا consume consume استهلكة التهمة تلفة استغرقة إلها عدة معاني وإلها بعض المرادفات اللي رح نأخذها consume 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 هذه مجموعة من المرادفات لكلمة consume clean expand spoil damage spoil damage بمعنى أتلفة clean استهلكة expand استغرقه consume consume خلنا أخذ أمثلة على كلمة consume نتعلم كيف يمكن استخدامها وعندما نقرأها كيف نفهمها إذن المثال أول عندنا على كلمة consume people consume people consume a good deal a good deal كمية كبيرة of sugar of sugar من السكر in drinks in drinks في المشروبات إذن people consume a good deal of sugar in drinks people consume a good deal of sugar in drinks اقرأ معي هذه الجملة الآن بصوت مرتفع people consume a good deal of sugar in drinks ممتاز مثال الثاني these machines consume 5% of the natural gas in the US تستهلك هذه الآلات 5% من الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة قبل أن نستمر طبعا اضغط على لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس هذا مهم جدا جدا حتى تصلك جميع الدروس مباشرة حين نشرها بالمستقبل أما الدروس السابقة تجدها أسفل هذا الفيديو بالتسلسل من الدرس الأول وحتى هذا الدرس بالتسلسل تجدها في مربع الوصف أسفل هذا الفيديو إذن تذكر الإعجاب والاشتراك في القناة فهذا مهم جدا جدا إذن خل نكمل اقرأ معي الآن الروح للكلمة البعدة يحتوي يتضمن يشتمل مرادفات كلمة contain أو أهم مرادفاتها include include comprise comprise consists of consists of إذن كلمة contain 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 يحتوي contain she couldn't contain herself she couldn't contain herself لم تستطيع احتواء نفسها she couldn't contain herself اقرأ معي she couldn't contain herself مثال بعد your application form your application form your application form should not contain spelling mistakes mistakes أخطاء يجب أن لا يحتوي نموذج الطلب الخاص بك على أخطاء إملائية your application form should not contain spelling mistakes اقرأ معي your application form should not contain spelling mistakes كلمة البعدها continue 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 واصل أكمل استمر داوم أو بقي هذه أهم مرادفات أو أهم معاني كلمة continue مرادفاتها push along keep go ahead stay طبعا أدهك كثير من المرادفات لكن هذه أهم المرادفات لكلمة continue he was unable to continue with his job كان غير قادر على استمرار في عمله he was unable to continue with his job he was unable to continue with his job the rain will continue over the weekend the rain the rain the rain المطر will continue سوف يستمر over the weekend في خلال عطل النهاية الأسبوع the rain will continue over the weekend control control الكلمة قبل الأخيرة control مراقبة سيطرة أو قيادة observation rule leadership leadership قيادة observation مراقبة rule سيطرة leadership قيادة control 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 the whole operation is under the control of a production manager production manager مدير الانتاج production production manager مدير الانتاج the whole operation العملية برمتها كاملة is under the control of the operation manager the teacher was the teacher was in control of the class كان المعلم يسيطر على الفصل the teacher was in control of the class the teacher was in control of the class الكلمة الأخيرة اللي عندنا معنى كلفة ثمن أو نفقة cost setback كلفة setback كلفة price ثمن charge أيضا قيمة أو ثمن value قيمة cost ناخذ مثالين الأخيرات على كلمة cost we are able to cover the cost of the event we are able to cover the cost of the event نحن قادرون على تغطية تكلفة الحدث we are able to cover the cost of the event the error cost him your job the error cost him his job الخطأ كلفه وظيفته the error cost him his job الخطأ كلفه وظيفته إذن هذا المثال الأخير عندنا كان بهذه الحلقة أتمنى الآن أن تراجعون جميع هذه الكلمات المرت علينا وتكونون على كل كلمة من هذه الكلمات جملة وتكتبوها بالتعليقات أسفل هذا الفيديو حتى تطورون باللغة الإنجليزية ويستفاد منها الآخرون أيضا إذن كون جملة على كل كلمة من الكلمات المرت علينا بهذه الحلقة واحفظوها جيدا واستعدوا للإختبار غريبا لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس أيضا وشاركوا هذا الفيديو لجميع أصدقائكم حتى تعمل فائدة لأن هدفنا في الحياة هو نشر العلم للجميع شكرا لكم وإلى اللقاء السلام عليكم وحبكم الكرام أهلا وسهلا بكم مجددا في هذا الكورس المميز ألف أهم كلمة إنجليزية من الصفر وحتى الاحتراف رح نأخذ خمس كلمات مهمة جدا ركزوا جيدا من الآن حتى نحفظ أكبر كمية من المعلومات بطريقة الحفظ بالجمل وأيضا بطريقة الكتابة باستخدام الكراس والقلم وتكرار العبارات بصوت مرتفع لكل عبارة جديدة سوف نكررها بصوت عالي خمس مرات لكل عبارة حتى نتقن اللفظ الصحيح وأيضا الكتابة الصحيحة ونحفظ أكبر كمية من المعلومات هدفنا نحفظ 95% من معلومات هذا الدرس لذا ركز معي جيد جدا من هذه اللحظة خلينا نبدأ بالكلمة الأولى طبعا رح يكون عندنا اختبار أيضا بنهاية هذه الحلقة اختبار بسيط بهذه الكلمات اللي رح تمر عني الكلمة الأولى عندنا كونسيوم كونسيوم استهلكة التهمة تلفة استغرق إلها عدة معاني وإلها بعض المرادفات اللي رح نأخذها كونسيوم 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 هذه مجموعة من المرادفات لكلمات كونسيوم كونسيوم كلين اكسباند سبايل دامج سبايل دامج بمعنى أتلفة كلين استهلكة اكسباند استغرق إذن كونسيوم كونسيوم خلنا أخذ أمثلة على كلمة كونسيوم نتعلم كيف يمكن استخدامها وعندما نقرأها كيف نفهمها إذن المثال الأول عندنا على كلمة كونسيوم 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 كمية كبيرة من السكر في المشروبات اقرأ معي هذه الجملة الآن بصوت مرتفع ممتاز مثال الثاني تستهلك هذه الآلات 5% من الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة قبل أن نستمر طبعا اضغط على لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس هذا مهم جدا جدا حتى تصلك جميع الدروس مباشرة حين نشرها بالمستقبل أما الدروس السابقة تجدها أسفل هذا الفيديو بالتسلسل من الدرس الأول وحتى هذا الدرس بالتسلسل تجدها في مربع الوصف أسفل هذا الفيديو إذن تذكر الإعجاب والاشتراك في القناة فهذا مهم جدا جدا إذن خلنكمل اقرأ معي الآن الروح للكلمة البعدة يحتوي يتضمن يشتمل مرادفات كلمة contain أو أهم مرادفاتها إذن كلمة contain كونتين كونتين يحتوي كونتين لم تستطيع احتواء نفسها اقرأ معي she couldn't contain herself مثال بعد your application form your application form your application form should not contain spelling mistakes mistakes أخطاء يجب أن لا يحتوي نموذج الطلب الخاص بك على أخطاء إملائية your application form should not contain spelling mistakes اقرأ معي your application form should not contain spelling mistakes كلمة البعدها continue 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 واصلة أكملة استمر داومة أو بقي هذه أهم مرادفات أو أهم معاني كلمة continue مرادفاتها push along keep go ahead stay طبعا عدها كثير من المرادفات لكن هذه أهم المرادفات لكلمة continue continue he was unable to continue with his job كان غير قادر على استمرار في عمله he was unable to continue with his job he was unable to continue with his job the rain will continue over the weekend the rain the rain المطر will continue سوف يستمر over the weekend في خلال عطل النهاية الأسبوع the rain will continue over the weekend control control الكلمة قبل الأخيرة control مراقبة سيطرة أو قيادة observation rule leadership leadership قيادة observation مراقبة rule سيطرة leadership قيادة control control the whole operation is under the control of a production manager production manager مدير الانتاج production production manager مدير الانتاج the whole operation العملية برمتها كاملة is under the control of the operation manager the teacher was the teacher was in control of the class كان المعلم يسيطر على الفصل the teacher was in control of the class the teacher was in control of the class الكلمة الأخيرة اللي عندنا معنى كلفة ثامن أو نفقة cost 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 set back كلفة set back كلفة price ثمن charge أيضا قيمة وثمن value قيمة cost نأخذ مثالين الأخيرات على كلمة cost we are able to cover the cost of the event we are able to cover the cost of the event نحن قادرون على تغطية تكلفة الحدث we are able to cover the cost of the event the error cost him his job the error cost him his job الخطأ كلفه وظيفته the error cost him his job the error cost him his job الخطأ كلفه وظيفته إذن هذا المثال الأخير عندنا كان بهذه الحلقة أتمنى أن تراجعون جميع هذه الكلمات المرت علينا وتكون على كل كلمة من هذه الكلمات جملة وتكتبوها بالتعليقات أسفل هذا الفيديو حتى تطورون باللغة الإنجليزية ويستفاد منها الآخرون أيضا إذن كون جملة على كل كلمة من الكلمات المرت علينا بهذه الحلقة واحفظوها جيدا واستعدوا للاختبار غريبا لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس أيضا وشاركوا هذا الفيديو لجميع أصدقائكم حتى تعمل فائدة لأن هدفنا في الحياة هو نشر العلم للجميع شكرا لكم وإلى اللقاء